عبر أقماس تنعية مباشرة من بغداد ينظم لنا الدكتور هشام الهاشمية الخبيف في شؤون جماعات المتشددة دكتور هشام مساء الخير أهلا بك معنا من جديد في هذه المقابلة في السيديو الآن دكتور هشام دعنا نتحدث عن جزئية الأولى قبل أن نتطرق إلى موضوع العوائل داعش حالة الانقسام الآن ما بين أفراد وقيادات داعش كما أظهرت تقرير قبل قليل إذا سمعت معنا إليها خاصة في ريف حلب وريف الرقة ذكر على وثائق حصلنا عليها لكن هذا الانقسام أي مدى يؤثر في التنظيم وعلى ماذا يدل الانقسام في صفوف القادة خاصة حقيقة هذا يرجع إلى تداخل الصلاحيات بين ما يعرف بديوان الجند لهذا التنظيم المتطرف وبين ما يعرف بالاستخبارات العسكرية والأمنية هذه ثلاثة إدارات مسؤولة على الموارد البشرية لهذا التنظيم المتطرف تتداخل صلاحياتها خاصة في أوقات الحصار وأوقات قرب المعارك باتجاه هذه المدن هذا التداخل سبب انزعاجا وسبب انقسامات للموارد البشرية في الرقة أكثر من سبعين شخصية من هؤلاء الارهابيين قام بتسليم نفسه لقوات قسد ونتيجة لهذا التدخل وبعد اللقاءات معهم وتتبع حديثهم سواء كان على الإعلام أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي تبين أنهم يتذمرون بشكل كبير من المسؤولية والصلاحيات المطلقة التي أعطيت لإيقاظ الاستخبارات العسكرية ولرجال ما يعرفون بالرجال الأمنية هؤلاء يقومون بالإعدامات ويقومون بالعقوبات الشديدة فضلا على أن ديوان الجند أصبح عاجزا على أن يوفر رعاية هؤلاء المقاتلين الارهابيين سواء عن طريق المال عن طريق الدعم اللوجستي أو حتى العدل والقسمة في موضوع الإجازات التي تعطى لهؤلاء المقاتلين كل هذه اجتمعت مرة واحدة مع قرب المعركة وتقدم قوات سوريا الديمقراطية فضلا على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية جعلت الموارد البشرية المباشرة أو ما تعرف الميدانية بين هارب وبين منشق وبين من يقدم خدماته الاستخباراتية للقوات المحررة عسى ولعل أن يتم قبول توبته أو يتم العفو عنه إذا ما تم التحرير هذه بدأت تتسع ليست فقط في الحويجة في القائم قبل أيام قاموا بإعدام مجموعة من الشباب التابعين لهذا التنظيم المتطرف بحسب إصداراتهم هم أظهروا صورة لأربعة أشخاص لكن الأخبار من هناك تدل على 17 من هؤلاء تم إعدامهم هل الخسائر على الأرض هي ما أدى إلى تعميق هذه الخلافات وتعميق هذا الانقسام أم الانقسام هو كان أساسا ولم يكن يظهر بهذا الشكل حقيقة كل السببين هو أزم هذه المشكلة بالنسبة للتنظيم المتطرف خاصة وأن قيادة ديوال الجند أصبحت هي ليست من الاستاف الأول الذي هو مقرب للبغداد أو حتى ليس لديه ممثل فيما يعرف في اللجنة المفوضة التي هي تمثل أشبه ما يكون برآسة الوزراء في التنظيمات والهيكليات الإدارية بالتالي أصبحت حقوقهم أكثر ضياعا وهناك الكثير من العسرة في تقديم الأموال لهم والدعم اللوجستي أيضا الخسار المتتالية وعدم صمود القادة في المرحلة الوسطى أو الصف الأول أن يظهروا في وقت الأزمات والشدة الأمر الذي جعل الكثير من القيادات الميدانية وكوادرهم أن يعيدوا النظر وفي مراجعات مستمرة خاصة مع الهزائم المتكررة أنهم هم وقود هذه المعركة وأنهم سوف يقتلون أو يزجنون ماذا يجب الحويجة بالضبط أن داعش يقوم بفرض الإقامة الجبرية على عوائل القادة وأيضا إلى أي مدى يمكن أن يسرع من نهاية وجود داعش فيما تبقى من المناطق في العراق كلما كانت التحشيدات أكبر وتسارع التحشيدات القوات العراقية لتحرير الحويجة كلما كانت هناك إجراءات أمنية مشددة أولا على القادة من الميدانيين والطبقة الوسطى ألزموهم بعدم إخراج عوائلهم وبدأوا الأمنية تابعة لهذا التنظيم المتطرف في منطقة العباسي والزاب بدأت تحذرهم من عملية التنقل مع عوائلهم أو تحذر عوائلهم أن يتنقلوا بطريقة مجتمعة فمتى ما شعروا بذلك بدأوا بعمليات التعزيرية وحتى الاعتقال وهناك منهم من حاول الهروب قبل أسبوع في إحدى القرى القريبة من العباسي قاموا بقتل عائلة بكل تفاصيلها أطفال ونساء وهذا الداعش الذي حاول الفرار شكرا لك دكتور هشامل هاشمير خبير في شؤول جماعات المتشددة كنت معنا عبدالقمص تنعية مباشرة من بغداد